اشتركوا في القناة جبتلكم النهاردة طريقة سهلة وموفرة وبسيطة جدا وهي طريقة الجبنة المسلسات ولادنا بيحبوها خصوصا لو الاطفال صغيرين وكمان عملتها بطريقة تلعت تعمة جدا جدا وتلعت كمان كريمي هاخد حتة دلوقتي اواري هالك ازاي بيت تفيرت في الساندويتش طريقة جدا جدا يعني جبنة مسلسات وبطعم الجبنة الكيري وبملمس الجبنة الكيري كمان نبدأ بسم الله المقدير وطريقة التحضير ان شاء الله تكون موفرة واقتصادية على قد اليد زي ما عودتكم دايما بس ما تنسوش لو سمحتوا الاشتراك مع اللايك للفيديو علشان يوصل لاكتر الناس ممكن نبدأ بسم الله انا معايا اي قطعتين جبنة مسلسات تحبيهم اي نوع متوفر عندك ونص معلقة ملح ومعلقتين كبار ونص دقيق وكباية حليب لبن حليب كامل الدسم ومعلقة كبيرة خل ونص كباية من الزيت وحشتغل اول حاجة اول مرحلة في الخلاط الكهربائي بتاعي اول حاجة حطيتها في الخلاط كباية اللبن الحليب لبن حليب عادي جدا سائع او بحرارة المطبخ تمام وحطيت قطعتين الجبنة المسلسات وعليهم الدقيق والملح ونص كباية من الزيت ومعيار معلقة كبيرة من الخل وحخلطهم كويس جدا في الخلاط بعد ما خلطتهم ادي شكله الخليط بتاعي حاجب الكسرولة اول حلة وانزل فيها افضي كله فيها تماما كده وبعد كده حرفعه على النار اصغر عين بتجاز عندك شوالة صغيرة تمام في الاول تكون متوسطة اول ما يبدأ في الغليان ويتقل معاك بتروح موطية النار عليه ما بيس بهوش بتفضلي تقلبي بالطريقة دي شايفة بتاخد الحواف كده علشان ما تلزقش منك وتتلسع بيتقل جدا كأنك بتعملي بشامل هتبص تلاقيه تقل معاك طبعا معلقة الخل هنا هي اللي بتقطع كده اللبن بتخليه جب معانا تمام الجبنة بتاعتي ما فيهاش اي مواد حفظة ولا فيها الوان اللي هو اللون الكريمي ده اللون الاصفر لان هي اساسا انا عملها بالزيت فكمان مش دسمة لو عاوزاها اللون هيبقى اصفر بتستبدلي الزيت بيبقى بزبدة هيديك اللون الاصفر بس هتبقى دسمة جبت العلبة بتاعتي او القالب او الطبق ايا كان اللي هتحفظيها فيها ده انتهى مسحة زيت بسيطة جدا بالفرشة وفضيت الجبنة بتاعتي وحطتها في التلاجة لمدة ليلة كاملة من بليل للصبح تمام وبعد كده خرقتها وحقلبها معاك دلوقتي وحقطها الجو حر جدا خدي بالك لانها مجرد ما بتخرج من التلاجة وبتفضيها في الطبق بتيجي تقطعيها تلاقيها بدأت تبدأ معاك كأنها جبنة كريمي يعني القطعة ما بتتقطعش بتبقى متماسكة طبعا انت لو هتعمل الموضوع ده في الجو البرد في الشتاء فحتبقى مسكة معاك ما فيش اي مشكلة لو انت بتقطعيها في الجو حر ولقتيها بدأت تفك وتسيح منك دخليها الفريزر تقعد نص ساعة هتمسك تاني وتخرجيها وتكملي تقطيع قادي شكلها بعد ما قطعتها وانا بقطعها لقيتها بدأت تفك وتسيح مني دخلتها الفريزر قعدت نص ساعة وخرجتها وقطعتها وقادي شكلها ملمسها كريمي جدا ملمسها ملمس الجبنة الكيري جربيها مش مكلفة الدقيق والزيت موجودين في البيت وطبعا الخل واي قطعتين جبنة تجيبيهم يعني لو انت ما عندي كيش الجبنة المسلسات هاتي اي قطعتين جبنة هاتي علبة وخدي منها قطعتين وجربي طلعت معايا عدد علبتين جبنة يعني وفرت معايا كأني بالزبط اشتريت علبتين جبنة من بره ده غير الطعم ما فيهاش مواد حفظة ما فيهاش لون ما فيهاش اي حاجة تقلئك حفظ عليها بس في التلاجة خرجيها اعملي الصندوش بس هتفرد معاك ازاي بكل سهولة ما تنسوش يا جماعة لو سمحتوا اللايك للفيديو والاشتراك لأول مرة يشارفني كانت معاكم نونا الحجيري صحتين وهانا على قلبكم يا رب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة